زيادة ساروخية في أسعار الكتب المدرسية شهدت محلات بيع الكتب المدرسية والمقرارات بالمغرب إقبالا ضعيفا مقارنة مع ما كانت عليه السنة الماضية حيث سجل أباء وأولياء الأمور ارتفاع أسعار كل من الأدوات المدرسية والكتب الدراسية خصوصا تلك الموجهة للتعليم الخصوصي وقال مصطفى مرشوقي وهو فاعل جمعوي وأبل طفلين إن ارتفاع أسعار المستلزمات الدراسية من دفاتر ومحافظ وغيرها من الأدوات راجع إلى تداعيات أزمة كورونا التي لا زالت ترخي بظلالها على عدة قطاعات إنتاجية حيث تضاعفت أسعار الورق على الصعيد العالمي وأصبحت بعض المواد الأساسية نادرة حسب تعبيره وفي الوقت الذي سيواجه فيه الآباء تداعيات هذه الزيادات في الدخول المدرسي الأسبوع المقبل لم يسجل أي تحرك من طرف الجهات المختصة لمساعدة الأسر التي تضم عدة أبناء متمدرسين كما هو معمول به بعدة دول إفريقية وأوروبية والتي تأخذ بعي الاعتبار الأوضاع الاقتصادية للأسر على محمل الجد حيث تجد الأسر نفسها وحيدة في مواجهة غلاء المحافظ والدفاتر والأدوات بدأيات أكول الموسيمين دراسي